مرحلة تطور هويتهم دانيالا رحبانا سعد أنا عامل سبيتش ترابي أو أخصائي التقويم ونطق وهلأ عم بساعد الشبيبة عم بشتغل معهم بالكنيسة مع الجرسي أبي قال هي بنتي هي بنتي هي وصغيرة أصلا بتقلي مام طالعيني طيب إمتى بيكتريني معك بدي خبر عنيس وعمتى بيكتريني معك إجا الوقت المناسب هلأ تكون عم تحكي بموضوع بتخيل بيعنيها كتير وهي أكيد قطعت فيه وتعلمت منه كتير إشا وبعضها أكيد عم تتعلم منه مراهقين بهذه المرحلة بيشلحوا شابو بيلبسوا شابو وهيذه مرحلة كتير صحية وكتير لازم المراهقين يمرقوا فيها ولكن كتير مهم كأهل قدي صعب أني أنا كأم ما أتدخل بيأترك بنتي تحط الشابو الكبع البداية وتشيله ولكن بنفس الوقت اسمح لا تغلط ولكن يكون عندي حدود بأنه ما تكون عم تأذي نفسها أو يأذي نفسه ابني لأنه المراهقين بهذا العمر كتير طبيعي يبلشوا رحلة الاكتشاف كل فترة هويتي رح تكون عم تتغير ولكن المراهقين بدون الجواب بهذا اللحظة بالعائلة أكتر شي ساعدني أدي كنا قرابعة بعض أدي أهم شيء بالنسبة لأقلاء أحلي كانوا يعملوني ما بقدر أنسيه أدي كتير من أجل كتير أشياء لأنه برجع بحكي فيه المهم وفيه الأهم الأهم أني أنا قطع هيدا المرحلة بأقل ضرر ممكن وبنفس الوقت تلاقي هويتها وتطور نفسها سأول نصيحة بدأ أنسحها للأهل بعمر المراهقة أنه نسمع أكتر ما نحكي هيدا أول تب إذا بدي أعطيها للأهل ثاني شغلة كونوا قدوة بقلب البيت بالطريقة اللي بيشوفوكن ولادكن فيها عم تتحملوا سترس والضغط لأنه الولد بيتعلم من اللي بيشوفه أكتر بكتير من اللي منحكيه ثالث شغلة بيعطيها للأهل بقلهم حضروا ولادكن ليواجهوا خيبات الأمل بس هالولد يتواجه بأول خضة بالعالم شو بيصير فيه بيقس بيحبط رسائل الرفض بتصلوا أكتر سو خلينا نعلم أولادنا كيف يواجهوا خيبات الأمل كتير مهم الناس تسمع منك دانيال لهم رأتي فيه أنت أنا كنت فكرة مثل ما عم بتقوله أنا بشعة وفكرت بعدين بالانتحال بس مش مولا أنا بشعة كتير فيه أصوات كنت تجلى إلي أنه أنت فاشلة يعني انفصال أهلي هذا شيء كتير أثر علي بيخليك تحس أنه أنت ما قلتك إيمة وانت ما بدنا إياك بس المجتمع كمان يمكن كمان مش بيقصده بيكون يمكن هنه عندهم جروحاتهم بيكبه جروحاتهم على غيرهم هذا شيء كمان كتير أثر فيه كان عندي خوف أنه خبر أنا شو عشد بحياتي فالشي اللي شفته فيك وهيك حبك مسيح شفت فيك عنجاد قلت لي بديك تعرف عنجاد مين الله؟ مين يسوع؟ شو عمل كرمالك؟ ومن وقتها عنجاد كنت بدأي ما رح تقحنك كنت تقحنك وانزل عندها كلمة الله اللي فاتت فيها نزرعت فيها بتغسله بتغييره موضبوط نحنا كأهل منحب نكون نحنا عنا التأثير الوحيد على أولادنا كتير أهل بحسن فيها بدون تكونترول بدون يسيطروا يسيطروا غيركم وهيدي بدأ بصراحة رح قولها بصدق بدأ كتير تواضع اللي يتقنعني وبدأ كتير إخلاق الزات كنت كل حياتي عن دانيالا كل شي بمرق فيه كل شي بعمل فيه عن دانيالا لأنه بالنسبة لقلي في حدن غير أهلي عم بيقلي سوأنا بالنسبة لقلي بقتنع أكتر لأنه مش أمي كل شي انت عم بتشوفيه هيدا بيطبق لأنه أنا بس شفت ناس قدامي هيك عم يعملوا أنا من وراء هون هيك سرت مش من ورد اللي قالوا لي بس وما بعرف إذا سؤال صغيرة دانيالا من سؤال دانيالا تحليت عن الكرير عن مهنتك عشغليك وكرستك لحياتك تتساعد الشبيبة ليه أخدت هالقرار هيدا كان قرارة من 8 سنين شحر وهالسنة يعني خلاص عنجد الشي اللي عشته بحياتي بعرف في حرب وما بدي عنجد مش بس المراهقين حتى الأكبر يكونوا عم بعيشوا هيدا الشي وإذا ما في ناس عنجد عم تشتغل لتفرجي كلمة الله لأنه بالسوشال ميديا عنجد عم ركز سوشال ميديا أكتر شي على التينيجرز بيفوطولهم ميسجز وبيصيروا يصدقوهم إذا أنا وغيري مرجينا عنجد عم الحك مش بس عم السوشال ميديا وين ما كان عم نكب كلمة الله وعنجد نفرجيهم إيمتهم من خلال كلمة الله هذا الشي ما رح يزبط وبلس بدون وقت بدون عنجد تعالي تسمعين لأنهم تكونوا بحياتهم تعيش معهم يعني ما تتخبوا واجوا وتعوا حكوا عنجد مع شخص تقدر توصقوا فيه مش بس تحكوا يكونوا عم بيساعدكم روحيا لتكونوا عنجد عم بتغيروا حياتكم لأنه إله الكون خلقك لتكونوا أنت عنجد ملكة نحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن